تسعة حيوانات بيضاء يمتازون بالجمال المثير للدهشة يمتاز اللون الأبيض بالبهجة في كل شيء تقريبا وهو كذلك في علام الحيوانات حيث أن هناك حيوانات يولدن باللون الأبيض المثير للدهشة وعادة ما يكونوا فريدين من نوعهم ولا يوجد مثلهم كثيرون لذلك دعونا اليوم نلقي نظرة ثقب حول هذا الجمال النادر ونشاهد معا تسعة حيوانات بيضاء يمتازون بالجمال المثير ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تتابعوا قناتنا وتفعلوا جرس الإشعارات ليصلكم كل ما هو جديد أولا غوريلا تنفرد هذه الغوريلا باللون الأبيض وهي الوحيدة في العالم التي لونها أبيض وتسمى سنوفليك قام أحد الصياد بقتل عائلة هذه الغوريلا بشكل كامل ولكنه لم يستطع قتلها وتركها لندرتها واختلافها عن البقية وقد حدث ذلك في عام 1966 وهي متواجدة الآن في حديقة الحيوانات التي تقع في برشلونا وأكد العلماء أن هذا اللون يعود إلى عوامل نوراثية ما أدى إلى انتقال الجينات من خلال الحمض النووي وهي تعتبر من أكثر العلامات المميزة في حديقة الحيوانات في برشلونا ثانيا التمساح بالرغم من أن التمساح يمتاز بخطورته الشديدة ولكن لونه الأبيض يجذب الكثيرين ويصيبهم بالدهشة من شدة جماله يتمتع بعيون لونه أحمر ولكنه لا يقدر على الرؤية بوضوح بهذه الأعين الحمراء ولهذا يعيش عدد كبير من هذه الفصيلة في حضائق الحيوانات وهم لا يعتمدون على اللحوم فقط في طعامهم وعلى عكس الغورلات لا يعتبر اللون الأبيض في التماسح نتيجة لعوامل وراثية فقد يولد التمساح وهو يحمل هذه الجينات البيضاء بمفرده ثالثا غزال يعد الغزال الأبيض من الحيوانات النادرة التي لا تتواجد في العالم كثيرا وقد اتضح أنهم يعيشون في أجزاء مختلفة في بقاء العالم يمكن رؤيتهم بكثرة في أمريكا وفنلندا ونيويورك هم يحملون جينات النادرة تجعل لون جلودهم ناصع البيض ومنذ اكتشاف الإنسان لهذه الفصيلة النادرة تم حظر استياد هذا النوع من الغزلان وبالفعل ازدادت أعدادهم الآن حتى وصلت إلى ثلاثمائة غزالة بيضاء حول العالم وفي كل يوم يزداد العدد أكثر وأكثر رابعا الطاوس يتميز هذا الطائر بألوان رائعة ولكن هل رأيت من قبل طاوسا أبيض بالفعل هم موجودين في الواقع ويشتهرون بدرجة كبيرة جدا ويرجع لونهم هذا إلى أنهم يمتلكون طفر جينية جعلتهم مختلفين عن باقي طيور الطاوس المعروفة وقد ظن العلماء أن معظمهم يعيش في الهند لكنهم اكتشفوا مؤخرا أنهم يعيشون في أجزاء مختلفة حول العالم وأدى ذلك إلى نيل شهر كبير وفرصة أفضل للبقاء وتتميز الألوان المختلفة التي يتمتع بها الطاوس بامتلاكه القدرة على الاختفاء في الغابات من الحيوانات المفترسة لكن هذا الطاوس الأبيض يمتلك فرصة أضعب بكثير خامزا الحمار الوحشي هل من الممكن أن نجد حمارا وحشيا أبيض اللون على قيد الحياة؟ في الحقيقة لن نستطيع أن نجده باللون الأبيض بالكامل ولكننا وجدنا بالفعل حمار لديه اللون الأسود فاتح بشكل مثير ما يجعله يبدو مختلفا عن غيره هو نوع نادر وفريد جدا ويرجع اختلاف لونهم هذا إلى إصابتهم بحالة تجعل لون الجلد أكثر بياضا ما يجعلنا نرى الخطوط السوداء بيضاء وهذا ما يصيب العديد بالدحشة والخوف سادسا الحوت يوجد في الطبيعة حوت لونه أبيض وهو يسمى ميغالو وتم العثور عليها أول مرة في التسعينات في أستراليا يعتبر أول حوت نجده باللون الأبيض وقد ولد ما بين عامي 1986 و 1989 وبالتالي يبلغ من العمر 30 عاما واندهش العلماء كثيرا لأن الحيوانات المصابة بالبهاق لا تعيش لمدة طويلة مثل هذا الحوت وقد تم وضع قانون ينص على عدم الاقتراب منه إلا بمسافة 500 متر فقط وذلك بهدف حمايته ومن وقت لآخر يتم نشر عدد كبير من الفيديوهات الخاصة به ليتأكد العالم أنه لا يزال على قيد الحياة سابعا سلحفات مائية تعد هذه السلحفات نادرة من رموز جمال الطبيعة لأنها ذات بياض الناصة لدرجة أن الصدفة على ظهرها لونها أبيض وبالتالي فهي ضعيفة البصر لذا يجب أن ننقلها لتعيش تحت رعاية البشر كي لا تتعرض للموت على يد المفترسين هي من الحيوانات النادرة للغاية لذا يجب الحفاظ عليها من الموت والهلاك ثامنا الأسود يعد الأسد الأبيض من الحيوانات النادرة للغاية لدرجة أن البعض يظن أنه أسد أسطوري لا نسمع عنه سوى في القصص هو غير مصاب بالبهاق وإنما هذه البشرة الغريبة نتيجة لخاللهم في الجينات ما أدى للإصابة بهذا اللون الفاتح حيث أن هذه الطفرة تعمل على جعل لونه أبيض للغاية على عكس حلاجينية أخرى تؤدي لسوداد البشرة تعيش هذه اليسود في جنوب أفريقيا ولهذا فهم يحتاجون للصيد والافتراس بشدة ولكن معيشتهم في الحضائق تعتبر أكثر أمانا لهم وتقيهم من خطر محتم تاسعا البطاريق من المعروف أن البطاريق ذات لونين أبيض وأسود معا ولكن هذا البطاريق الفريد من نوعه ذو لون أبيض رائع نال إعجاب الكثير من الناس وأصابهم بالدهشة فلم نكن نعلم من قبل أن علامنا يشتمل على بطاريق بيضاء اللون وقد قيل أن هذا اللون الأبيض نتيجة لخلل في بعض الجينات ما أدى إلى حدث طفرة حولته للون الأبيض الناصة وتؤدي هذه الحالة إلى تصبق لون البطاريق بألوان فتحة ولهذا نجد أن اللون الأسود على ظهره تحول إلى البني الفاتح والآن ما هو أكثر حيوان أعجبك؟ أخبرني في التعليقات وأتمنى أن يكون الفيديو قرأ أعجبكم إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر